أحمد سأبدأ معك هل من معلومات جديدة تجيب على الأسئلة الكثيرة لدى الشباك والشرطة الإسرائيلية من أين دخل المنفذ ومن أين هو بالضبط وكل هذه التفاصيل تماما هذه الأسئلة حتى الآن ديما لم يتم الإجابة عليها من قبل جهاز الأمن العام الشباك من غير الواضح أن أراد أن لا ينشر هذه المعلومات أو أنه لم يصل إليها بعد تأخر الجيش الإسرائيلي في تحديد هوية منفذ العملية حتى ساعات صباح هذا اليوم وخلال الليلة الماضية انتشرت إشاعات كثيرة وصلت إلى حد الاعتقاد أن مسلحا تسلل من حزب الله من لبنان أرسله حزب الله اللبناني أو أنه تم تجهيده في إحدى الدول الأوروبية ووصل إلى البلاد من مطار دافيد بنغوريون وهناك حصل على الأسلحة لكن كل هذه السيناريوهات تبدلت الليلة الماضية مع ساعات الصباح الأولى عندما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منفذ العملية هو من الضفة الغربية وعلى ما يبدو من منطقة نابلس استأخر الجيش الإسرائيلي أثار القلاق خصوصا أن لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي منظومات مراقبة متطورة بمعنى أنه في اللحظة التي حدلت كاميرات المراقبة وجهه وكان يمشي قبل انفجار اللغم الذي كان في حقيبته أو باللحظة التي وصل فيها جيش الاحتلال وأخذ عين من دمائه أو من جسده لأن الاحتلال الإسرائيلي يحتفظ بعينات للفلسطينيين من الضفة الغربية لدى الإدارة المدنية كان يعتقد أنه بالإمكان الحصول على تفاصيل هذا الشاب خلال دقائق معدودة غير أن الاحتلال الإسرائيلي تأخر الصدمة كبيرة في إسرائيل في تل أبيب تنتشر إشاعات بين ألفين والأخرى عن سماع دوي انفجار في إسرائيل يتضح أنه لا يوجد أي شيء ورؤية البصات المتفجرة التي سيطرت على إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية تخشى إسرائيل من تكرارها أبقى معي أحمد داروشة